مهمة انقاذ جديدة تزامنت مع عملية بحث دامت لأكثر من يومين عن شاب توفي قرقا بمياه السد هنا وعلى بعد عشرة كيلو مترات من مركز محافظة مأرب يقع السد التاريخي الشهير حيث يجد الناس فيه متنفسا لقضاء أوقات الإجازات والاستجمام لكنهم عادة يصابون بخيبة أمل مع تعرض بعض أقاربهم لحوادث قرق نتيجة إهمال السلطات المحلية التي لم تحدث أي إصلاحات خدمية أو تأهيلية لفرق إنكاذ وهو ما زاد من مطالبات الناس هنا للجهات المعنية بالقيام بواجباتها المتنفس الوحيد للمدينة مأرب كاملة وفعلا مكان جميل ورائع وأنا بالنسبة لي أول ما بدأت أكترب يعني منه أحاسب خوف وبنسأل هل فيه أنا غواص هل فيه غواص يعني إذا فلاتت رجلي إذا زلت هذا بالنسبة لي أنا قد أنا عاقلة وكبيرة وفهمة بالنسبة للشباب ما تقدرش تتحكم فيهم حتى لو الرجال يقول لك أنا أعرف أسبح أنا أعرف هذا وبعضهم ما يعرفوش يشوف أصحابه إنهم يسبحوا ما شاء الله يقوم يقامر يعني يشتي يقمر إنه بفاهم ويسبح يقدم السيفي ناصر خدماته بشكل طوعي وبإمكانيات بسيطة ومتواضعة قد لا تكون مناسبة وكافية مع الصعوبات التي تقتضيها مهمة القوص هنا إذ تبدو الرؤية منعذمة في مياه السد فضلا عن وجود أجار كثيفة في العمق ما يعني مواجهة مخاطر كثيرة ومقلقة السد والسدود التحويلية بحاجة إلى فريق مكتمل لا يقل عن ثمانية غواصين مع معدات غوص مكتملة ووسائل المنصلات وأكثر ما نفتقر إليه الآن هو جهاز لتعبيت الأكسيجين الذي يتم تعبيت الأسطوانات فقط نستخدم أكسيجين غير مخصص الغوص حالات الإنقاذ أتذكر حوالي 6 أو 7 حالات تم إنقاذهم أحياء أما بالنسبة للعمليات الإنتشال هي بالعشرات لا أتذكرها كثيرة جدا تحول الشاب المنكذ إلى ظاهرتنا إعلامية لدى متابعيه ليتجاوز ذلك إلى الحديث عن مهاراته وهو ما لفت انتباه منظمات مهتمة بشؤون الغوص محاولة خلق قنوات للتواصل معه في وقت تقيب السلطات هنا عن تقديم أي شيء يذكر لا للسد ولا لهذه الظاهرة الناشئة المتمثلة بمهارات الغوص يقول الناس هنا إن الوجهة السياحية الأولى في المحافظة تشهد غيابا شبه كلي للخدمات خصوصا في جانب العملية الإنقاذية وبالنظر إلى جهود السلطة المحلية يتضح أن لا أمل في الأفق القريب لا للسد ولا لهذا الشاب خليل الطويل قناة بيكيس مأرب